اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم سلِّ وسلِّم وبارِكَ لَا عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اتَّبْأَ أَحَدَاهُ أَمَّا بَعْدُ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ تَقْوَى اللَّهِ تُرُذِي رَبَّكُمْ وتزكي أعمالكم وتسلِح قلوبكم وتأمر آخرتكم وكد قال الله تعالى وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَهُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ وَسَيِّعَاتِهِ وَيُعْزِمْ لَهُ أَجْرًا أيها المسلمون جماء الخير كله الآمال السالحة وجماء الشر كله الآمال السيئة وَهَلْ شَكِيَة بِطَاعَةِ اللَّهِ أَحَدٌ وَهَلْ سَعِدَ بِمَعْسِيَةِ اللَّهِ أَحَدٌ وقد قال الله الجنة ثوابا لفئل الخيرات وترك المنكرات وجعل النار إقابا لفئل المنكرات وترك الخيرات كما قال عز وجل فَأَمَّا مَنْ أَأْتَا وَاتَّقَا وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَةِ فَسَنْ يَسْرُهُ لِلْيْسْرًا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَقْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَةِ فَسَنْ يَسْرُهُ لِلْعُسْرًا وكان عيدا وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون وقال تعالى فأما من تغى وعاثر الحياة الدنيا فإن الجهيم هي المعوى وكان جعل الله الأمان السالحات أشبابا لكل خير في الدنيا والآخرة فلا تذهب أيها المسلم في أي عمل صالح وأرسل فئل الخير في أي وقت تيسر لك فإنك لا تدري أي عمل خير يرجع به ميزان حسناتك فأما من سقولك موازينه فهو في عيشة راضية والإكسار عباد الله من قليل الأعمال السالحة يكون كثيرا مباركا كما قال تعالى إن الله لا يظلم مسقال ذرة وإن تقو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا أظيما فكيف بالأعمال المباركة العظيمة فطوبى لمن جمع بين أجناس الآمال السالحة أعلاها وأدناها وطرق الخير إباد الله كثيرة وأبواب البر مشرعة مفتحة والآمال السالحة واسعة الميادين وكد قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدا للمتقين وكان تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدا للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ظل فضل العظيم وكان عز وجل فاستبقوا الخيران إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وكما على المسلم أن يحرس على الآمال السالحة ولو كانت قليلة فعليه أن يحذر المعاسي ولو كان الحقيرة وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الظنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه والآمال الفاضحة ترجع إلى ثلاثة أنواع النوء الأول عباد الله الآمال الفاضلة التي يعود نفعها إلى المكلف نفسه ولا يتعدى لغيره إلا تبعا كالسلاة والذكر والسيام ونحو ذلك وقد جاء في هذا النوء ترذيب كثير فأن أبي قررت رضي الله عنه قال سعين رسول الله صلى الله عليه وسلم أي السلاة أفضل بعد المكتوبة قال السلاة في جوف الليل قال فأي السيام أفضل بعد رمضان كان الشهر الله المحرم رواه المسلم وأن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سل الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطل الشمس ثم سل ركعتين كادت له كأجر حجة كأجر حج وعمرة تامة تامة رواه الترمذي والتبراني قال المنذر وإسناده جيد ونبي هرنة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في أول يومه مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت أنه مئة سيئة وكانت له حبزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك رواه البخاري ومسلم وفي صحيح مسلم من قال سبحان الله وبحمده في أول يومه وفي آخره مئة مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به ومن أفضل الزكر ما يقال أقب الثلوات الخمس من الأذكار المشروعة فهي باب جامع للخير ودافعة للشرور والمقروحات وأن أبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سم من كل شهر ثلاثة أيام وذلك كسيام الدحر والنوء الثاني من فضائل الأأمال السالحة ما يتعدى نفه إلى الخلق وهي إهسان إلى النفس وإهسان إلى الغير وفيها تسابق المتناقصون وفاذ أهلها بخير الدنيا والآخرة وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة قال يؤمن بالله قلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا قال يردق مما رزقه الله يعني يتصدق قلت وإن كان معذما لا شيء له قال يقول معروفا بلسانه قلت فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه قال فيعين مغلوبا قلت فإن كان ضعيفا لا قدرة له قال فليسنع لأخرق قلت فإن كان أخرق يعني لا يهسن سنعه فالتفت إلي فقال ما تريد أن تدأ في ساحبك شيئا من الخير فليدع الناس من أضاح قلت يا رسول الله إن هذا كله ليثير قال والذي نفسي بيده ما من عبد يعمل بخفلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى يدخل الجنة رواه ابن حبان في سحيح ولبعد ألفاره شواحد في سحيحين وأن أبي مرنة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة بغيا سقط كلبا فغفر الله لها رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة صدق أجر رواه البخاري ومسلم وفي الحديث سيام وفدقة وشعود جناذة وإيادة مريد ما اجتمعت لأبد في يوم إلا دخل الجنة وجمع العبادة وآكدها هو الدعاء وهو أعظم عبادة يتقرب بها الأبد إلى الله تبارك وتعالى فيسأل الله أذ وجل ويرفع إلى ربه هوائجه في الدنيا والآخرة ويسأل الأبد من خير الدنيا والآخرة فإنه جماء الخير قل وإن الدعاء شعنه عظيم وأمره كبير ولا سيما في أوقات النواظل وأوقات الحوادث والمذايك والقربات ونعن في هذا العصر نظل بالمسلمين الشدائد والقربات واقتتلوا واستحل بعضهم من بعد ما حرم الله فؤذة وجل ونظل بهم أمر لا يرفعه إلا الله تبارك وتعالى فالمسلم يدعو لنفسه ويدعو للمسلمين ويدعو أن ينصر الله الإسلام والمسلمين وأن يرفع البأس وأن يرفع الاقتلاف عن المسلمين فإنه تبارك وتعالى جواد كريم والله تبارك وتعالى يقول وقال ربكم دعوني أستجب لكم وفي الحديث الدعاء مخ العبادة وفي الحديث الآخر الدعاء هو العبادة فدقوا الله أيها المسلم لإخوانك المسلمين قدقوا الله لهم بأن يصلح الله أحوالهم وأن يسر أمورهم وأن يرفع عنهم الشدائد والقربات التي نذلت بهم وأن يتولى أمورهم فإنه تبارك وتعالى جواد كريم والنوء الثالث من أبواب الخير عباد الله كف الشر والأذى والضرر عن الناس فيحفظ المسلم لسانه ويده وجوارهه فيحفظ المسلم بهذا حسناته ويريء الناس من شره وأن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأمل أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قلت أرأيت إن ضعفت عن بعض الأمل قال تكف الشرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك رواه البخاري ومسلم قال الله تعالى من عمل سالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون فمن يعمل مسقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مسقال ذرة شرا يرى وكان تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندقلكم مدخلا كريما أيها المسلمون قوموا بما قرض الله عليكم حق الكيام واتقسروا عباد الله من الآمان السالحة فقد قال ربكم جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون عباد الله وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم شكرا 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 شكرا